اشتركوا في القناة عبد الرزاق دليمي لأنه هو الوحيد اللي بحس أنه لفظه للأحرف وسرعته وحقه للقراءة وخشوعه قوي من المقرئين المميزين فعشان هيك أنا اخترته للرقيهاي طبعا الرقيهاي مجربة أعطت نتائج جيدة بالعلاج بفك الأسحار حتى بالراحة النفسية للي بكونوا مضغوطين نفسيا للي بكون عندهم عين أو حسد بنصح للجميع أنه يسمعها أو أنه يداوم عليها لعلاج السحر يفضل أنها تستمع لها لمدة أسبوع مرتين في اليوم صباحا ومساءا والأفضل هي لأربعين يوم السمع لها مرة على الأقل مرتين بكون أفضل هي قوية جدا 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 يعني بفضل الله الحمد لله رب العالمين اللي مل علي أني أخذت العصارة وأعطت نتائجها فعشان هيك حبيت أني أنا أفيدك فيها وبرضو في نفس اللحظة أعلمك كيف تحفظوها كيف أنتوا تستخدموها بنفس الطريقة اللي أنا قرأتها لو واحد تعلمها أو حفظها ودوم عليها على أهل بيته أو على نفسه ممكن أنه هو يساعد الناس وبرضو اللي بيجد أعمال أو أسحار وبدال ما يروح على ناس تستغله ويضحكوا عليه فلو لقيت حجاب أو سحر أو عمل أو حبيت أنك أنت تبطل وبتقرأ نفس الآيات بنفس الترتيب زي ما أنا قارئها وبتفكوا عادي جدا وبيبطل السحر بإذن الله تعالى لأ الموضوع بده كرامات ولا ملائكة ولا أنا منزل ولا أنا مش عارف إيش كل هذا كلام فاضي هذا كلام الله ومنزل على الجميع والكل عنده قدرة والكل بيقدر أنه يعمل هذا الشيء أهم إشي أنت تكون مقتنع من داخلك بقدرتك وفاعليتك على أنك تعمل هذه الأشياء فبتحقق الغاية اللي أنت بدك إياها استثمروها وشيروها واسمعوها واستفيدوا منها وربنا يعطيكو خيرها وأجرها وثوابها ولا تنسوني من صالح الدعاء طبعا اليوم توقعاتنا عشان ما نطولش بالشرح احنا فطبعا أنا كاتب في التعليق الأول هي تستخدم لإيش بالضبط إيش اللي بشعروا بأعراض معينة هي على القناة الثانية موجودة عادي بتكتب الرقية الشاملة الكاملة بتطلع لك بإذن الله تعالى برضو أنا راح أحطيكو إياها في أول التعليق على أساس اللي مش مشترك بالقناة الثانية إنه يعرف وين هي لأنه أساسا الرابط موجود في صندوق الوصف يعني فرح أنا برضو أشيرلكو إياها بالرابط إن شاء الله في أول تعليق خلينا نروع على توقعات اليوم عشان ما نطيل بالمقدمة اليوم توقعاتنا ليوم الخميس واحد نيسان القمر موجود اليوم الآن في منزلة في العقرب ورح يفضل لساعات الصباح وفي منزلة الشولة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط رح يستمر في هاي المنزلة من الآن لغاية الساعة وحدة بعد الظهر من ظهر يوم الخميس واحد أربعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر زي ما حكينا هو موجود بالعقرب وبما أنه موجود بالعقرب يظل مسيطر علينا اللي هي ما حصل أو ما شعرته فيه في الأيام الماضية إنها هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير والغيرة وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا جيدا لأننا قد ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مؤامرات واتخاذ قرار حاسم أو ممكن في بعضكو اللي بيحب يشتري بيت طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية أو الزاوية الوحيدة اللي رح تكون هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف الليل من ليلة الأربعة على الخميس يعني بتوقيت الأردن ساعة ثلاثة ونص صباحا وهاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد أو في أثناء هاي الزاوية بيبدأ خلو المسار لأنها هاي آخر زاوية يعني الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف الليل الخلو المسار بيبدأ وبيستمر لغاية الساعة 5 و58 دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر طبعا زي ما حكينا نساعة 55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير القمر استقر بالقوس وبلش يشكل أول زوايا لإله ما في زوايا كلها زوايا غير متصلة يعني منفصلة ولا غاية بكرة إن شاء الله ببلش يشكل الزوايا الإيجابية ولكنه بوضعه هو سعيد القمر بما أنه موجود رح يكون موجود بالقوس في هاي الفترة بنشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مرحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما برضو في ناس ممكن أنهم جربوا حظهم في مسألة معينة أو التخطيط لرحلة مثلا أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد وبما أن القمر رح يكون موجود بالقوس معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 3-4 بيبدأ في تمام ساعة 5 و23 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام ساعة 8 و12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لأبرج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر اليوم هو طبعا انحسار المحدب 19 يوم في تمام ساعة 8 و21 دقيقة مساءا بيصبح 20 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19-4 سعيد بنسبة 90% وأكثر القمر في العقرب ينتقل للقوس لغاية يوم 3-4 سعيد بنسبة 40% عطارد في الحوت حتى يوم 4-4 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الحمل حتى يوم 14-4 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23-4 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة لأورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح الأخطاء تقبل أراء الآخرين دون تحفظ ممكن لغاية ساعات الصباح أنك تنشغل بمعاملة أو ملف في ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر الاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة والتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون برضو عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك أهم مش إنك ما تعرض لقاءك أو لقاءاتك للفشل بتحمل هاي الفترة بعض التوتر لأنها من أكثر أيام الشهر الضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام ما تعاند أحد بتجنب الخلافات كليا أنه خصمك بالفترة هاي بكون أقوى منك وطباعك بتكون مش هادئة وهذا الإشي رح يستمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشغلوا في إعادة ضبط أموركم المالية سارع في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن اليوم تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك إنك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذائكم واخذوا قصد كافي من الراحة ترتاح من سير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها واعي ظروفك الصحية ممكن اليوم تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن الأحوال وهي الأوضاع رح تظل لغاية ساعات الصباح بعدين بتنجحوا في التفاهم مع الشركاء بوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري ولكن هاي الفترة بكون الضغط أو الطاقة ضعيفة فهاي الفترة بكون فيها بعض السلبية وضاغطة ما بينفع سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات خلال النهر برج السرطان بتجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا الفرصة بتكون مناسبة لتحقيق إنجاز ضع مخاوفك جانبا ما تتهرب من الأجواء الأجواء تقريبا مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وهذا الأمر رح يظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم انتبهوا لغذاءكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه أو يميل لأفراد العائلة أو لمد يد العون إلهم ممكن أنك تنشغل ببعض المسائل العائلية أو البيتية لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسألة عائلية أو شخصية وممكن شوي تكون مقلق وتتدمر لأقل إشارة أما في ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباطات لا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاول أنك اليوم تستغلوا في تصحيح الأخطاء برج العذرة بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جهر ممكن اليوم تكون بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة اليوم تتميز بسرعة خاطر والقدرة على إيجاد الحلول ولكن في ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ممكن تجدوا تعاون من أحد أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة إلى أجواء عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك واضف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غربية أو غريبة عنك وأما في ساعات الصباح بتنشطه في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتعززه العلاقة مع أخ أو جار ممكن اليوم تدعمك الحضوض وتكون جريء في التعبير عن رأيك وتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وبتلفت النظر بشكل كبير إلى أجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب بتظل عندكم طاقة ونشاط وحيويون وبينجذب لكم أفراد الجنس الآخر بقدروا لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وممكن اليوم تتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات وبتتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي فترة جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك حاول أنك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها بعض الربح برج القوس يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة يبعد عن المغامرات والرهان على الحظ ممكن تعاني لغاية ساعات الصباح من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم شيء أنك ما تجازف بسلامتك لأنها فترة فارغة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بصير عندك بيزول كل الضغط الموجود وبتمتلكوا نشاط وحيوية بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي فيها انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق وهي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية اقتنس لإعلان رأيك للحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بدك تنتبه أكثر لصحتك عدم المبالغة في إنجاز ما لديك من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن اليوم تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر الفترة هاي فيها بعض السلبية ومخيب الأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها بسبب وجود القمر في بيت المتاعب برج الدلو يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين عليه واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته ونير رضى المسؤولين حافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنت أهمش إنك ما تضعف وما تستسلم ما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك واتمسك بمسؤولياتك لغاية ساعات الصباح بصير عندكم نشاط ما بينكم بين الأصدقاء منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح للوقوف أو لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت بيصلكم خبر من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم هذا يعني فترة مناسبة لإجراء مقابلك بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما أنها هاي فترة ممكن بتتلقى من خلالها إشارة أو خبر سار هي تعتبر فترة جميلة لغاية ساعات الصباح بتكون الفترة دينماكية أكثر جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة في ساعات الصباح تنجح في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنك تحافظ على إنجازاتك القائمة هدئ من روعك وما تنفعل وتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء